السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلها الزكاية وحباب المشاهدين ومشتركوا ومتابعي قناة دقارات محمد عبدو على الحب دائما نلتقى وفضل تعالى دكور الشاشة اللي بيحير ناس كتير قوي طبعا حضراتكم اللي امتابع معي على القناة الفيديوهات دي موجودة بالفعل على القناة ولكن ده اختصار للفيديوهات او نقول فيديو تحفيزي او فيديو دعائي للتلات فيديوهات اللي موجودين على القناة علشان حضراتكم اللي ما شافش الفيديوهات دي يرجع للقناة ويبحث عنها ويلاقيها دكور الشاشة اللي بيحير ناس كتير لما بتكون عند زبون مش مشطة بجبس بورد وبيقولك اعمل خلفية للشاشة او دكور للشاشة فاحنا هنا بنقول يا جماعة نقدر بكل سبساطة وسهولة نقدر ننفذ خلفية حلوة للشاشة و3D برزة عن الحيطة وكمان بالاضاءة بتاعتها مكتبة كاملة متكاملة الحمد لله رب العالمين بالخلفية الحجر زي ما حضرتك شايف طبعا يا شباب انا بكلمكم من خلال الفيديو ده في ان احنا ان شاء الله نعمل مقارنة بين الثلاث مكتبات وتقول لي في التعليقات اي مكتبة عجبتك علشان نقدر برضو نقف على المميزات والعيوب في الشغل ان شاء الله الحاجة التانية اللي انا جايلكم بها النهاردة ودي نقطة بصراحة يعني محتاجة اتكلم معاكم فيها بكل صراحة يعني ليه ليه قنوات ليه قنوات التعليمية التفاعل عليها قليل ليه القنوات اللي بتاخد تعب وجهد التفاعل عليها قليل ليه ليه لما بنفتح اليوتيوب ونتفرج ونقلب كده في اليوتيوب نتفاجئ بان فيديوهات ملهاش اي قيمة خالص ولا اي لازمة خالص وللأسف فرقعة في العنوان ومحتوى صفر مفهوش اي استفادة لأي حاجة وللأسف جاي يعني يحصد ملايين المشاهدات طيب ليه بتنفعوا الناس دي وليه الناس اللي محتاجة انه كنتوا تقفوا جنبها ليه ما بتدعموهاش ليه فيديو زي كده علشان اشغل مكتبة زي كده فيديو تعليمي زي ده عايز اوصل لحضرتك من خلاله معلومة ليه انت بكون معلش يعني مش واقف معايا ليه مش واقف معايا ليه اقولك تقف ازاي افهمك تقف ازاي انت حضرتك دخلت ولقيت جهد وتعفل فيديو خد الفيديو شايرا على صفحتك يا سيدي ايه المشكلة ايه المشكلة انك تساعد الناس ايه المشكلة انك تحب الخير للناس ما احنا بنتعب عشان نطلع منتك كويس ولا الهيافات اللي مالية اليوتيوب هي اللي كويسة يعني شباب انا طبعا الرسالة دي نفسي وصلها لكم بطريقة مش موضوع فلوس خالص اقسم بالله ما موضوع فلوس خالص ولا محتاج الله الحمد لله الموضوع كله ما فيه موضوع انك انت بيصعب عليك تعبك وبيصعب عليك انك عايز توصل معلومة وعندك خبرك وعايزة وعايز توصلها للناس والالف ولا الالف وخمسمية ولا الالفين مشاهدة اللي الفيديو بيجيبهم هم دون الناس اللي ايه اللي عايزين يستعلموا وعايزين يستفيدوا وبدخلوا واتفراجوا فعلا لكن انا متأكد ان الالف او الالفين مشاهدة اللي دخلوا وتفرجوا على الفيديو واستفادوا يقدروا يجيبوا عشرات الالاف من المشاهدات لو هم يتعاملوا مع الفيديو بإيجابية عايزين لايكاس في الفيديو مشاهدة كاملة قطر خيرك او كده انك انت ايه يعني ساعدت باي حاجة شارك باي حاجة ده عمل خير انت بتساعد انك توصل معلومة للناس ايه المشكلة يعني يعني انفع خير الناس انفعهم للناس دي المكتبة طبعا التالتة وهنتظركوا فيه التعليقات اي مكتبة فيه التلات مكتبات افضل وهشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد انتظرونا دايما بإذن الله بنبحث لكم على كل جديد وكل مفيد دي المكتبة التالتة انا حطت اختصار للتلات مكتبات في الاخرى دي التالتة واللي بعدها على طول اه دي كانت اول واحدة في الترتيب بتاعهم من برة من اول الفيديو والمكتبة التركواز اللي جاية بعد دي على طول فاي التلات فيديوهات او التلات دكورات افضل فيه نمازج كتيرة اول للمكتبات ممكن انفزها وعايز انفزها فعلا لكن للأسف لما فيش تفاعل على الفيديوهات اللي تمت يعني دول تلات فيديوهات موجودين مش مكملين التلات فيديوهات عشر تلاف مشاهدة او خمساشر الف مشاهدة فيه نمازج كتيرة جدا وفيه فيديوهات يعني فيه حاجات حلوة كتير للمكتبات لكن للأسف مش هنفزها لما شوف تفاعل على التلات دكورات اللي تموا عموما اشوفكم على خير ان شاء الله وشكرا نجازية اللي وقفكم بجوارنا وإن شاء الله شوفكم على خير انتظرونا في فيديوهات حلوة كتير جاية بإذن الله تعالى وانتظركوا في التعليقات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم محمد عبد